السلام عليكم ورحمة الله عزارنا الطلبة وصلنا الى يونت 1 لسن 7 العنوان هذا مو كلش مهم تمام العنوان المالتين make your own scrapbook كيف تصنع دفتر القصاصات الخاص بك listen and read اصغي وقرأ هاي يعني ما اعتقد اي استاذ راح يركز عليه تمام ولكن لا بس ببعض الكلمات ببعض الارشادات الحلوة ممكن انا واحد يسويها what you need ما تحتاجوا اليه شن تحتاج حتى يسوي two pieces of cardboard or thick paper for the covers قطعتين من الكارتبورد كارتبورد يعني هو الكارتون قطعتين من الكارتون او ورق سميك for the covers للغلاف للجلال lots of sheets of paper of the same size قطع اوراق من نفس حجم الكارتبورد نفس حجم الكارتون a punch to make holes هاي المثقبة يسموها punch تمام هاي الثاقبة تثقب الاوراق سموها punch حتى تصنع الثقوب some ribbon or strings بعض الخيوط او الاشرطة some glue وبعض الصمغ glue يعني صمغ what you do ما تفعله اولا make holes with the punch in the two covers تسوي ثقوب بالثاقبة هذا الخطوات واحد ثانية ثلاثة أربعة خمسة تمام تثقب الكارتون الغلاف two make holes in the paper in the same place تسوي ثقوب بالاوراق بنفس المكان three put the paper between the two covers ضع الاوراق بين الغلافين four put the string or ribbon through the holes ضع الاشرطة او الخيط خلال هذين الثقوب اللي سواتهم five use glue to stick your pictures or photos in your scrapbook يستخدم الصمغ لإلصاق الصور او القصاصات في داخل هذا الدفتر اللي سوات زين هذا هو لسن 7 نروح على لسن 8 اللي هو المهم لسن 8 a letter from Australia رسالة من أستراليا هاي الرسالة جاية من شخص بنية اسمها كارين تمام إلك عفو إلى هلا إلى بنية اسمها هلا طيب read the letter and answer these questions اقرأ الرسالة ثم أجب عن هذه الأسئلة الأسئلة أقرأكم إياها وراها بعدين تمام؟ هسا نروح على الرسالة مباشرة أول شي نشوف بالزاوية العليا اليمين أكو 19 هاربر ستريت 19 هذا هو الأنوان هاربر ستريت يعني شارع الميناء شارع الميناء سيدني اسم المدينة سيدني وجواها استراليا اللي هي استراليا طيب دير هلا عزيزتي هلا هل رجعت إلى المدرسة الآن؟ عدت إليها الأسبوع الماضي بعد عطلة رائعة ذهبت إلى التخيم مع عائلتي ثم بعد ذلك بقيت بقيت مع صديقتي جين لمدة أسبوعين الجزء الثاني ذهبنا نتمشى عادة في المتنزه نعم أغلب الأحيان ذهبنا نتمشى في المتنزه هل هناك أحد المتاحب في بغدار؟ أحياناً كنا نذهب للسينما أحياناً كنا نذهب للسينما لكننا نتبقى في المتنزه و نتبقى في المتنزه كلنا تحب المتنزه الجميع يحب السمك لذلك للأشاء بدظامنا لدينا أحياناً لدينا أشاء في مستهيز غالباً على الأشاء نأكل سمك مشوي على الفحم فش، 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 تمام فش مطبوخ على الفحم ماهو طعامك المفضل؟ What's your favorite food? In my spare time, في وقت فراغي, هذا هو المقطع قبل الأخير. I like collecting photographs of countries around the world. أحب أن أجمع الصور للبلدان حول العالم. I don't have any of Iraq. ليس لدي أي صورة للعراق. Can you send me some, please? هل يمكنك أن ترسيلي إلي البعض رجاءً؟ المخضر الأخير, What did you do in the holidays? ماذا فعلتي في العطل? And what do you do in your spare time? وماذا تفعلين في وقت فراغك? Please write and tell me everything. أرجو أن تكتبي لي وتخبريني كل شيء. Bye for now. وداعا للآن حاليا أو إلى اللقاء. Karen. طيب. هسا نرجع لهاي الأسئلة لسئلة فوق. قبل الأسئلة خلق لكم ذلك الكلمات. Harbor. Harbor هذا العنوان الفوق. إذا شوفون بالرسالة. Harbor Street. Harbor يعني ميناء. Harbor يعني ميناء. ميناء هذا اللي ترسوا عليه السفن. Holiday. Holiday اللي هي العطلة. Camping. Camping يعني تخييم. Parks. Parks يعني متنزهة ومتنزهات. Museum. Museum يعني متحف. Dinner. Dinner يعني الأشياء. Barbecue. Barbecue. يعني الشواء أو منقلة. Collecting. Collecting يعني يجمع. زيان. إلى السلة. أول وحدة فيهاي بالرسالة. يقول. Where does Karen come from? Karen مين. من أين أصل Karen. زيان. بما أنه تشوفون بالعنوان. هذا العنوان الفوق العليمين بالرسالة. هذا هو عنوان Karen. هذا عنوان Karen. أوكي. فوين هي منين؟ من Australia. She is from Australia. هي من أستراليا. أسترالية. زيان. Two. Who is Jane? من هي Jane؟ من هي Jane؟ بالمقطع الأول. بالسطرة الثانية. نهايته. يقول. ثم بقيت مع صديقة جين لمدة أسبوعين. إذن. جين هي ومنه. She is Karen's friend. هذه الأس هي تملك Karen. Karen's friend. علي's friend. تمام؟ صديق علي. ولكن هنا هذه الأس هي أصل التملك. She is Karen's friend. Karen مكتوبة فأرزها هو أسماء التملك. She is Karen's friend. هي صديقة Karen. ثم. What does Karen like to eat؟ ماذا تحب أن تأكلها Karen؟ كارن شنو تحب تأكل؟ She likes to eat fish cooked on barbecue. هي تحب أن تأكل السمك المشوي على الفحن. She likes to eat fish cooked on barbecue. يعني السمك مشوي. طيب. For what does she do in her spare time؟ ماذا تفعل في وقت فراغها؟ What does she do in her spare time؟ She likes collecting photographs. هي تحب جمع الصور. Of countries للبلدان. جمع صور البلدان. Around the world. حول العالم. هي تحب جمع صور البلدان حول العالم. أخير شيء هنا شباب. جو الرسالة كل شيء. هماتين أكو سؤال. حطكمها بالرصاصية. يقول How many questions does Karen ask? كم سؤال سألته Karen? أوكي. Karen asked six questions. Karen سألت. ستة أسئلة. طيب. هذا هو الستودنت book. تمام؟ الاكتيفتي بوك. هماتين. Page number nine. صفحة تسعة. طيب. أول واحد. الأي. ما الليسن 8. لسن 7 ما بيش اسمه؟ ما بي تمارين. لسن 8. أول واحد. أي. Karen asked six questions. تمام؟ هذا هو الجواب. Karen asked six questions. Karen asked six questions. Karen سألت. ستة أسئلة. in her letter. في رسالتها. try to write them. don't look at your student book. يقول حاول أنه تكتبهم. بس بدون ما تشوف. كتاب الطالب مالتك. زين. أول واحد. الأسئلة. أول واحد. back at school. are you back at school now? قالت. هل عدت إلى المدرسة حاليا? هل أنت قاعدت داوم حاليا? are you back at school? now? سؤال الثاني. a museum. is there a museum in Baghdad? هل هناك museum متحف في بغداد? three. what is your favorite food? what is your favorite food? ما هو طعامك المفضل? four. can you send me some photographs of Iraq? هل يمكنك ترسل لي صورا عن العراق? five. what do you do in the holidays? ماذا تفعل في العطل? okay. what do you do in the holidays? six. what do you do in your spare time? ماذا تفعل في وقت فراغك? what do you do in your spare time? ذكرتها كملاحظة قبل spare time spare time time اللي هو الوقت spare يعني اضافي اكو تعير بالسيارة هذا الوراء يسموه spare okay تعير ال spare okay spare يعني اضافي spare time زين اللي وراء ال B exchange books اكتب رسالة الى كارين باستخدام الدفتر مالتك الدفتر من الانجليز زين اتقسمه الى ثلاثة paragraphs رسالة الى كارين رسالة الى كارين paragraph 1 المقطع الاول شكرا على رسالتك كارين انا رجعت الى المدرسة باستخدام الدفتر paragraph 2 المقطع الثاني answer كارين's questions 2 and 4 and tell her something about Iraq اجب عن اسئلة كارين رقم 2 واربعة واخبرها شيء عن العراق there is a museum بغداد لانه هذا هو كان سؤال مالتك ثاني is there a museum in بغداد there is a museum in بغداد هناك متحف في بغداد السؤال الرابع يقول can you send me some photographs of Iraq يمكنك أن ترسل لبعض الصور عن العراق كتابة I will go visit the marshes and send you some pictures سوف أذهب لزيارة الأهوار وارسل لك بعض الصور Iraq is very hot in summer والعراق حار جدا في الصيف طيب paragraph 3 المقطع الثالث tell her about your holidays اخبرها عن الأطلماتك or tell her about your spare time and your favorite food اخبرها عن وقت فراغك وطعامك المفضل my favorite food is kebab طعام المفضل هو الكباب and I like reading short stories in my spare time وأنا أحب قراءة القصص القصيرة في وقت فراغي إلى هنا نكون انتهينا من unit 1 lesson 7 و 8 إن شاء الله يا رب تكون افتحت زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة